السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا أجو تشوفوا الإعلام العلماني اللي عندنا في بلادنا شنو قال على الشيخ حفظه الله وبرك الله فيه في خطبة العيد انتقد بشدة المخالفين اللي باوا غيروا حكم الله عز وجل في مدونة الأسرة فالمخالفين ما عجبوه مش الحال مثل هاد الجريدة وهاد البرلمانية كذلك لمشتت جري إلى وزير الأوقاف أحمد توقيف باش يتدخل نقرأ واشنو قالت الجريدة العلمانية وهاد اليسارية قضية الشيخ السلفي لدارو خطبة العيد لدارو مش يغل هو كلها قالوا بأن الجريدة قالت كلها تحريض ضد المطالبين بتغيير مدونة الأسرة بأحد ساحات ايجملول بطريقة غريبة وبحضور كاميرات وميكروفونات بالاخبار وزارة الأوقاف وصلت للبرلمان هذه الخطبة البرلمانية عن فيدرالية يسار فاطمة التامني وجهت سؤال كتابي لوزير الأوقاف وقالت على إثر النقاش الدائر في أوساط المجتمع حول موضوع مدونة الأسرة والتعديلات المرتقبة برزت صريحات صادمة وعدائية من محسوبين عن التيار الإسلامي محسوبين عن التيار الإسلامي وكأنهم هما ما معاناش هما مع التيار الكفراني قالت من محسوبين عن التيار الإسلامي ضد الفعاليات الحقوقية والسياسية الداعية لرؤية حاداتية ترسخ قيم المساوات بين قوصين وأضافت التامني والمثير للاستغراف الأمر هو استغلال منابر مساجد في مناسبة دينية من أجل تحريض ضد هذه الفئة يعني العلمانية الفئة العلمانية هذه الخرجات التي تطغى عليها نبرة تكفيرية تهديدية من أطراف متعددة من الأفراد والتنظيمات المحافظة بما فيها تنظيمات الإسلام السياسي الحراكي على ضوء تسريبات مقترحات تعديل مدونة الأسرة فيتدعي بأن تنظيمات الإسلامية ضد هذه العلمانيين فيما أن الشعب المغربي كله ضد هذه العلمانيين فيتدعي أن تنظيمات الإسلامية هما بوحدهم لضد العلمانيين اللي بغيروا يغيروا حكم الله عز وجل فيما أن الحقيقة أن الشعب المغربي كله هو ضد من يريد أن يحلل حراما ويحرم حلالا فهما فقط هذ الناس هذو كيتنظوا على رأسهم وكيكذبوه على رأسهم أما الشعب المغربي فهو عارف حقيقتهم وتابعة البرلمانية ولا شك أن هذه تسريحات بإمكانها نشر المزيد من خطاب التطرف في المغرب معاش كلي كي يدير التطرف في المغرب وبغير يغير حكم الله عز وجل معاش كلي هو ضد خطاب المالك فهذا الخطيب هو مش يضده خطاب المالك بالعكس هو مع خطاب المالك نشو من يضده والشعب المغربي مع المالك في خطابه لما قال لا أحلل حرام ولا أحرم حلال نزيدوا نكملوا قالت علما أن البعض من أتباع هؤلاء المفكيرين اتجهوا لتحريد والتهديد حيث بلغ بهم الأمر للتهديد بحرب أهلية تحديد بحرب أهلية هي تقصد تدوينة لدارها ملفوقية قال بأنه لمح أن إلى حقا تم تعديل مدونة الأسرة بما يرغب به العلمانيين في المغرب وتغيير حكم الله عز وجل فشنو غادي يطرى غادي يطرى بأن الشعب المغربي غادي ينود يدير واحد المظاهرة كبيرة وإلى وقف العلمانيين في وجه هذا الأمر فطبعا شنو غادي يكون هي يكون واحد شحنة كبيرة بين الشعب المغربي وهذه الفئة العلمانية اللي منظمة من طرف الغرب وثيفية يتم تحصينها فهذه الرسالة اللي وجهتها إلى وزير الأوقاف أنا عارف من غاية يقرها غاية يبدأ يقف قفعوتاني ويريد متابعة الندوات والمجالس العلمية الغير منظمة من طرف وزارة الأوقاف كما فعل بالكتشيب القرآنية فالله المستعان تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة